الموضوع الدعم الاجتماعي الموضوع الدعم الاجتماعي لم تكن مراجعة المؤشرات المؤشرات التي كانت في المتضامن المعروفة والمؤشرات التي كانت في الدعم الاجتماعي لم تتم مراجعتها لا تتكلموا عن بعض الحالات المعزولة أنا أعطيك الأرقام 11.2 جوج 11.200 ألف اليوم من خارط في المتضامن هذا 11.200 ألف تؤدي عنهم الحكومة لإجراءة الإنخيرات في الصندوق الوطني الضمى الاجتماعي تؤدي عنهم يستفيدون من الخدمات الصحية للقطاع العام بالمجان يستفيدون من الخدمات للقطاع الخاص مثلهم مثل جميع الموظفين وجميع الأجارة العاملين غير الأجارة بمعنى أنهم اليوم يستفيدون من جميع الحقوق بالإضافة إلى أنهم يستفيدون من الاستشفاء في المستشفيات العمومية بالمجان نمشيوا الآن للدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي نحن اليوم في حوالي ربعات المليون أسرة تستفيدوا من الدعم الاجتماعي المباشر تتلقى تعويضات شهرية رح نتقريبا نوصلنا يعني ربعات المليون أسرة ربعات المليون أسرة إذن هذا الدعم الاجتماعي الآن عنده منظومة دياله عنده مرسوم يحدد كيفيات الاستفادة فلنقدر نأكده أن هذه العملية تسير وفق ظروف جيدة وجيدة جداً القضايا المرتبطة بما جاء في المادة 13 من القانون 0.921 المتعلق بالحمية الاجتماعية سيد رئيس حكومة تكلم على هذا الموضوع من أجل تمويل الشق الآخر لمرتبط لأن التمويلات تكلم عليها القانون 0.921 تكلم على التمويلات المتأتية من الميزانية العامة من إصلاح صندوق المقاصة إلى غيرها فهذه كلها إجراءات تكلم عليها سيد رئيس الحكومة في البرلمان في أثناء الإعلان على هذا الورش الملكي الكبير الحكومة الآن تتمين هذا الدعم الاجتماعي والأطار دياله على هذه الأسر المعوزة التي تستفيد منه قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر